اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب اقرأ عليكم نص الحديث الشريف الصحيح الذي اتفق على صحتي حيث يقول المصفى صلى الله عليه وسلم برواية روية عن عبي هريرة رضي الله عنه تعالى قال المصفى صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير هذا الحديث يعدم المصفى صلى الله عليه وسلم حياتنا وخاصة حياة المسلم المؤمن حتى يعرف مقامته ودرجته بين المجتمع فلابد ان يعرفه بقوة ايمانه ويعرفه بقوة ايمانه نعم القوة التي قصدها المصفى صلى الله عليه وسلم على اقسام قوة ايمان وقوة اتصاد وقوة السياسية وقوة الاجتماعية من جميع نواحي حياته فلأنت في قوة الايمانية فلأنت في قوة اتصالية فلأنت في قوة السياسية فعين أنت وحياتك أيها المسلم المؤمن المصفى صلى الله عليه وسلم يؤدبنا ويرشيدنا ان يعرف كل انسان مقامه ايمانا واقتصادا وثياسا وفي كل شيء حيث يكون حاله طيبة قوته طيبة أيها الانسان تركنا الانسان وثلت علينا حيث يجور بين المجتمع كما يشاء يشويشنا ويتركنا في هوائنا يقول الله سبحانه وتعالى كمثل الانسان كمثل الشيطان إذ قال للانسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أيها السادة ألمع عليكم يا بني آدم ألا تعبُلوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فلابد أن يكون كل إنسان قوية الإيمان أن يكون كل إنسان قوية الاقتصاد أن يكون كل إنسان قوية السياسة أن يكون كل إنسان قوية من كل نايا الإسلام دين القوة الإسلام دين القوة فأين قوتك أيها المسلم إيمانك قوية اقتصادك قوية سياساتك قوية الإسلام دين القوة ولذلك يعدم المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمنين قائلا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ألا تحب أن تكون من محب الله سبحانه وتعالى ألا تحب أن تكون من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى فكيف تكون من وراء الأمة فكيف تكون ضعيفا الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه لمبسد وهذا المقصد لابد من مقصد فعلى المقصد مقصد فعلى الهدف هدف هناك جن وهناك راحة وهناك نعمة وهناك 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 كل شيء فيه فلا بل أن تكون قويا من كل نائية حتى تكون من الذين ينعمون يوم القيامة في جنات النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألون يومئذ عن النعيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الأكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات ودعوه أنتم موقنون بالإجابة أحمدك يا ذا الفضل والإرسان يا ذا المني والسبحان يا ذا الجلال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى القيام وبعد فيا همات الإسلام وخراس العقيدة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل مرة ثانية حيث يقول ربكم ومن يتق الله يجعل له من أمره يصر قطع ثانية من هذا الحديث الشريف قطع ثانية واحرص على ما يرفعك واستعم بالله ولا تعجز ثلاثة أمور لم يزل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يؤذبنا ويصلح حياتنا بكلامه الطيب الكلام الذي وصفه الله سبحانه وتعالى لصاحب الكلام وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يرع وحي سعنا ما ينفوق تركنا الشيطان وأعطيناه وأعطيناه كل ما لدينا يجور بيننا ويفعل ما يشغى الشيطان الشيطان إنسان يترك في حياته ما ينفوق وينتفت إلى ما لا ينفوق والإسلام يقول بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني واحرص على ما ينفوق هل هذه الفركة التي ننشعها مما ينفعنا في حياتنا وإغرانا ما لنا وهذه الفركة التي فيما بيننا هذا هذا يرى أنه بنفسه في حق وصواب وذاك يرى في نفسه أنه في حق وصواب هذا يصب هذا وهذا يصب هذا وكل منهم يرى أنه في صواب هل هذا هو منهج سلفنا الصالحين؟ كان سلفي يصب سلفياً؟ كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي يصب صحابياً؟ أما تذكرون أيها السادة حينما رجل من صحابة رسول الله دعا رجلاً من الصحابة يبنى السوداء بغتة يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعدبه ويشده يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جائلية ذا يدل على أن المسلم لا يحق عن يختم ويصب المسلم إنسان يرعى إنسانية أخيه إنسان يحترم إسلام أخيه فأين إسلامنا؟ وكلام مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واحرص على ما ينفعك واحرص على ما ينفعك قناة اتصالية وقناتات اتصالية زلحين امتلأت بكلام غير جبيل من فم المسلم وهو نفسه يرى على أنه في صواب وصلاة شرح أيها الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى الجنة ذات الثمان درجات نقول للجنة درجات وللنار دركات وللجنة ثمان درجات هذا يدل على تفاوت أعمال المسلمين فلا يكون المسلمون كلهم في درجة واحدة ثمان درجات هذا أعماله عالية في درجة كذا وهذا درجاته تحت هذا في درجة كذا حتى تكتملت حتى تكتمل هذه الثمانية الثمانية كلها هؤلاء الذين يحبون ويرون لابد كل مسلمين أن يكون في أعمال مسلمين يحبون أن يروا مسلمين كلهم على حالة واحدة فعين هؤلاء ودرجات الجنة أيها المسلمين واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز التفت من وراء حينما بدأ نزل حديث الذي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي ولا تعجز في الاتصال لا تعجز في قوة الإيمان لا تعجز في قوة الصحة لا تعجز وفي قوة السياسة لا تعجز لا تكن وراء الناس إنك مسلم ولك إن شادات المصطفى محمد ولك قرآن فكيف تكن وراء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مما كان يحب أن يدروا إلى الله سبحانه وتعالى كان يقول المصطفى اللهم إني أعوذ بك من العجز ولا تعجز ألا وصلوا على حبيب الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم الضنعون من استحق من بعده الخلافة بالتحقيق خصوصا منهم بالأسر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر صديق وعن حليف المحراب الناطق بالصواب أبي حقص سيدنا عمر بن الخطاب وعن من استحيت منه ملائكة الرحمن جامي صور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ونسأل الله الغالب إمام المشارك والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن بي طالب ورى اللهم جميع صحابة رسول الله يجمعين رضوان الله تعالى عنا وعنهم أجمعين اللهم اكفر لنا وارحمنا وتجاوز عما كان بنا إنك تعلم ولا نعلم عن تعلم الغيور واكفر اللهم لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأجلالنا وجداتنا وأعمالنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايق مشايقنا أن تتعلم بأسمائهم وأنسابهم وهواشيهم من النسب والدين اللهم ربنا نور حياتنا وبارك يرزاقنا واختم لنا بالصالحات أعمالنا وحل منا جميع المقض يا رب العالمين لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك منا ولا يرحمنا ولا تسلط عمتك عنا وكن معنا حيث كنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وابتنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع العبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحم الراحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يا رحمكم الله